موسيقى مفيش شك طبعا ان يعني احنا ملاحظين ان في نشاط مكسف وملحوظ جدا ودور بارز لنيابة الادارية في قضايا الفساد دائما بنسمع محاربة الفساد ضبط وقعة فساد مكافحة الفساد ازاي بيتم ده هل احنا كمواطنين كمان لنا دور في هذه المكافحة مكافحة الفساد مش عايزين نفصل ابدا مكافحة الفساد الاداري عن مكافحة الارهاب او مكافحة الفكر المتطرف او مكافحة كل ما هو يعني ممكن ان هو يأذي هذا الوطن في حضور الحقيقة لانيابة الادارية في العديد من الازمات والعديد من القضايا اللي بتهم كل بيت في مصر سواء قضايا اجتماعية زي مثلا ملف الاهمال الصحي زواج القصرات حتى الاهمال في التعامل مع الاثار وغيرها من القضايا الاخرى حريق المتحف السكك الحديد حاجات كتيرة جدا نتعرف عليها مع ضفنا اللي منوارنا في الستوديو سيد المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الادارية اهلا بك فاند منوارنا اهلا بك فاند طيب خلينا نبدأ بس كده في الاول يعني اهم وابرز اختصاصات النيابة الادارية حضراتكم منوطين بايه بزد تمام يعني اسمحيلي اخد من المقدمة المحترمة الحقيقة قلتيها وفكرة الاول الربط ما بين مكافحة الفساد ومكافحة الارهاب الحقيقة ان الاتنين بينهم رابط وثيق جدا 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 يعني يمكن لو رجعنا وقلنا ان مكافحة الفساد احد العوامل الرئيسية اللي بتساهم في مكافحة الارهاب ككل لسبب في غاية الاهمية المواطن هنا لما بيتعامل مع الجهاز الاداري للدولة لو استضم بفساد من نوع ما قد يفقد الثقة في المنظومة اللي بتقدم له الخدمة او المنظومة اللي بتجيب له حقه في الدولة فيبتدي يدور على الطريق البديل قد يتم استقطابه بمعرفة الجماعات المتطرفة او الجماعات الارهابية ويستغل حنقه او غضبه من اللي حصل له نتيجة التعامل مع الدولة ونتيجة ان ده يتم استقطابه وتحويله الى الفكر المتطرف وده حصل بالفعل يعني كنا بنشوف بعض النمازج يعني بتبقى نتيجة خبرات سيئة حصلت له فبيبتدي يتجعي لده طبعا ده مش مبرر ولكن ده للأسف احد العوامل اللي ممكن يتم استقطاب الناس بسبب مش مبرر هو بيتساب كده ما هو بيتساب بيحصل له تراكمات بالزبط لو جينا لنيابة الادارية واختصاصها نيابة الادارية بتختص بالتحقيق مع كافة العاملين بالجهاز الاداري للدولة بمفهم اللي هما كل الجهات التابعة للحكومة والجهاز الاداري للدولة يمكن ده مش يعني احنا لو جينا نتكلم هنقول ان الجهاز الاداري للدولة حوالي 6 مليون مش ده الاختصاص لأن الاختصاص في الآخر مفيش مواطن في مصر ما بيتعاملش مع الجهاز الإداري للدولة فبالتالي بنلاقي أن نيابة الإدارية يمكن ما فيش أي مواطن مش ممكن يحتاج نيابة الإدارية لتقديم بلاغ ما إذا ما صاد فهو نوع من الفساد أو الإهمال في أحدى المؤسسات الخاصة بالدولة يعني وإن كان القانون بينيط بالنيابة الإدارية التحقيق مع العملين في الجهاز الإداري للدولة إلا أنه من ناحية أخرى بيضمن للمواطن المصري أن الدولة تقدمه الخدمة على وجه جيد أو أن هو يتعامل مع الدولة وهي بتقدمه الخدمة على وجه جيد بدون فساد بدون إهمال بدون تراخي في أداء العمل مش بس كده هي بتبقى ضمانة للموظف نفسه أن إذا وجد فساد في جهة عمله أو إذا وجد فساد في المجال اللي هو بيشتغل فيه أن يقدم شكوى لنيابة الإدارية باعتبار أنها جهة قضائية محايدة تتولى التحقيق بعيدا عن السلطة الموجودة داخل المكان اللي ممكن تكون متورطة بشكل أو بآخر في أضايا الفساد للمسا كويس طيب خلينا نقول بقى أن يعني إحنا يمكن اتكلمنا عن أو يمكن حتى في بداية هذه الفقرة اتكلمنا هل إحنا كمواطنين لينا دور في هذا بنتواصل إزاي مع النيابة الإدارية إذا مثلا حبينا نبلغ حبينا نستفسر حبينا نشارك في أي يعني نشارك في وقعة مثلا محاربة أو اكتشاف وقعة فساد معينة نتواصل إزاي؟ تمام يعني خلينا نقول أن نقطة التواصل دي نقطة في غاية الأهمية لأن دي أحد المعايير اللي بيتم بمقتضاها تحديد مدى كفاءة نظام العدالة والنظام القضائي نفسه اللي هي القدرة على الولوج للنظام القضائي أو أكسيسابيلتي إن المواطن يقدر يتواصل مع الجهات المنوط بيها مكافحة الفساد أو يقدر يتواصل مع الأجهد المنوط بيها إنفاذ القانون وتحقيق العدالة ألورت الإرادة السياسية الحقيقية بعد 2013 بقى عندنا هدف أساسي ورئيسي هو مكافحة الفساد وفي سبيل ذلك تم تكثيف كل الجهود ودعم كل الجهاد سواء الرقابية أو القضائية اللي عاملة في مجال مكافحة الفساد ترتب على كده إن حصل عندنا تطوير في منظومة تلقي البلاغات نفسها كنا بنقابل مشاكل من نوعية إن المواطن ممكن معرفش مقر نيابة فين ممكن المواطن يحجم عن الإبلاغ خشة في ضحقة يعني إن هو يتم التنكيل به مثلا المشوار يبقى بعيد عليه خصوصا في الأماكن زي المحافظات بتاعة الصعيد أو خلافه فحصل تطوير ارتبط كمان بتطوير وما يكنت العمل بنيابة الإدارية نفسها فبقى عندنا منظومة نتلقي الشكاوى عن بعد يعني يقدر المواطن يتواصل مع نيابة الإدارية عن طريق الخط الساخن اللي هو 16-117 ده بيشتغل من 8 الصبح لـ 8 مساء نقول بسمع لش داني 16-117-117 ممكن نكتب يا جماعة لو سمحتوا على الشاشة 16-117 ده بيعمل من 8 صباح لـ 8 مساء بشكل يومي بيتلقى في الشكاوى الخاصة بالمواطنين وبيسجلها وبتحال إلى نظام خاص بمنظومة وحدة الشكاوى اللي ممكن نتكلم عنها بعد كده كمان عندنا البريد الإلكتروني لوحدة الشكاوى المركزية اللي هو كلمة شكوى بالانجليزي at ap.gov.eg أنا ممكن أبقى ديل الإعداد عند حضرتك كشان لو بيتحط على الشاشة كمان عندنا هننزل الكلام ده كله على صفحة نهاية الأسبوع إن شاء الله يعني في خلال الفقرة تفضل سيد تمام فبقى المواطن يأما يروح النياباب نفسه يأما يقدم شكاوى عن طريق الخط الساخن يأما يبعثها عن طريق البريد الإلكتروني بنقبل الشكاوى حتى ولو كانت لا تفسح عن شخصية مقدمها يعني لو افترضنا نزي ما قلنا كانت أحد العيوب أن المواطن اللي بيقدم الشكاوى خايف من تنكيل الجهة اللي فيها فساد فبنقبل الشكاوى ولكن بيتم فحصها عشان نتأكد نعم الشكاوى كيدية عشان نتأكد إن الشكاوى لها أسس أو جذور على الأرض أحيانا يتم طلب تحريات من الجهات الرقابية عشان تدينا الإفادة إذا كانت الشكاوى تحتمل الصحة أو لا ثم تحل التحقيق فكده تغلبنا على المواطن على فكرة إنه يقدر يصل إلى النظام القضائي وهو قاعد في البيت أو كمان يحجب شخصيته إذا خاف على نفسه البطش من الجهة الإدارية معظم المبلغين بيبقوا كده طيب دلوقتي سيادتك بتجيلك الشكاوى متى تحققوا منها طبعا إذا كانت الشكاوى شكاوى يعني صحيحة ولا فيها شيء من الجدية ولا لا بعد كده بيتم ضبط الواقع والتحقيق العملية دي كلها بتاخد وقت تديه تمام هذا سؤال مهم جدا لأنه برضو هنتكلم في قصة العدالة الناجزة الحقيقة دايما التحقيقات القضائية بيصارعها عاملين عكس بعض عامل سرعة التحقيقات لأن ده جزء مهم جدا لتحقيق العدالة لأن العدالة البطيئة هي نوع من أنواع الظلم وعامل آخر هو الوصول للعدالة بالفعل يعني لازم ما فيش حاجة فيهم تضغى على الأخرى فأنا محتاج أصل للعدالة بسرعة ولكن لازم أصل للعدالة ما يجيش ده على حساب ده ولا ده على حساب ده فالمعاد بيختلف حسب طبيعة الواقع يعني إذا كانت الواقع وقعة مادية ما فيهاش تقارير خبراء أو ما فيهاش لجان فحصة هندسية أو فنية ما بتاخدش وقت كتير يعني يمكن أقل من شهر بيكون القصة خلصانة إنما في بعض الأحيان لو فيه تقارير مطلوبة سواء كانت تقارير طبية أو هندسية أو تقارير من الخبراء هنا بقى بيتم تشكيل لجان ويمكن تتأخر بعض الشيء بس في سبيل الوصول إلى العدالة الحقيقية تمام فهو حسب البلاغ كويس أول طيب إحنا هنا يا فندم كمان فيه نقاط يعني دايما كان الناس تقول إحنا النيابة الإدارية مختصة بوقاع فساد معينة بس إحنا اكتشفنا مع طبعا الدور التوعوي والتصقيفي اللي الجميع بيقوم بي دلوقتي إن النيابة الإدارية بتعمل دور أيضا مجتمعي مهم جدا حضراتكم كان لكم دور في محاربة زواج القصرات اللي لسه لحد دلوقتي ويمكن الأسبوع اللي فات كنا بنتكلم عنه برضو في برنامج نهاية الأسبوع لكم برضو يعني دور مهم جدا في مثلا حوادث السكة الحديث وضبط وقائع الفساد عايزين نتكلم شوية فندم عن الدور المجتمعي وكمان ده غير الإهمال في الأسار وحاجات كتيرة جدا أعزي أتكلم عنها بس خلينا نبدأ بهذا الدور المجتمعي تمام يعني النيابة الإدارية وهي بتحقق مش بتحقق التحقيق القضائي العادي المباشر فقط ولكن بيمتد تحقيقها لو اكتشفت وجود ظاهرة ما خلل تشريعي خلل في المنظومة الإدارية خلل في تطبيق القانون بتضع التصورات والآليات اللي هي تشوفها نتيجة ما تكشف لها من التحقيقات في شكل التقرير اللي حديكي تكلمت عنه يمكن كان السنة اللي فاتت طلعنا التقرير الخاص بالمرأة عشان كان عامل مرأة اللي كان مخصص من قبل رياسة الجمهورية كعامل المرأة فصدر عن النيابة الإدارية تقرير عن المرأة والوظيفة العامة تناول فيه أبرز الصور اللي المرأة بتدخل فيها في نطاق الوظيفة العامة حتى من ضمنها كانت فكرة زواج القاصرات الجريمة اللي كانت النيابة تصدت بالتحقيق لعدد منها نتيجة ان اللي بيقوم بالعملية دي موظف عام داخل في اختصاص النيابة الإدارية هي الفساد متشابك من أول الموظف لغاية البيت اللي بيقدم الطفلة دي على أنها زوجة فدي بتبقى يعني هو فساد متشابك وحضرتك قلت لما بنلاقي ظاهرة يعني فيه ظواهر تانية غير القاصرات حضراتكم يمكن كفحتوها فيما يخص المرأة طبعا طبعا يعني كانت جريمة تشويل أعضاء التناسلية اللي كان بيقوم بها أطباء في مستشفات حكومية أو أطباء هم نفسهم أطباء طبيعين للدولة كان العديد من الحاجات الخاصة يعني وفقا للتقرير المرأة كمان التقرير اللي صدر مؤخرا كانت اعتمدته مع المستشار أماني الرافع رئيسة النيابة الإدارية بمناسبة التحقيق في حادث قطار المرازي التقرير اللي تم عمله بمعرفة المستشار سعد خليل كان بيتناول الشمول المنظومة كلها الآلية الغائبة عن هذه المنظومة علشان ما نكررش الحوادث دي تاني مش الحدثة كحدثة وخلاص لا 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 بالضبط لأن الحادثة أوكي هنحاسب الناس اللي تسببت في الحادثة بس بالضبط إزاي ما تحصلش تاني دي إحنا تكلمنا أن أهم شيء أو أهم سلبية كانت موجودة التقرير الصعر دي ممكن نقاط كثيرة جدا أهمها على الإطلاق غياب الميكانة والاعتماد المطلق على عنصر بشري فقط أنا ما بعتمد على عنصر بشري أي خطأ بشري بسيط يعني التحويلة بس العطلة دي تلتب عليها أن القطار وهو ماشي بسرعته الكاملة بدل ما يكمل في خط سيرو الطبيعي دخل في التحويلة الفرعية اللي هي بتنتهي بسد عشان كده العربات اصطدمت ووقعت العربات من على الخط بتاع السكر الحديث ده خطأ بشري عامل التحويلة اللي موجود في المكان ده نتيجة خطأ بشري طي عشان ده ما يتكررش إحنا هحتاجين منظومة ربط مركزي إلكترونية وحقيقة الدولة يمكن بتشهد الآن وكل يوم احنا عملين يعني يمكن بارح كنت بستعرض خبر كان بيتناول إن وزارة الداخلية بالنسبة للشهادات الزواج والطلاق هتكون مميكنة بالشكل غير قابل للتزوير إحنا في نقلة ضخمة بتحصل من عمل زواج القصرات بالضبط ودي أحد الحاجات اللي تكافح الظاهرة في نقلة ضخمة بتحصل على كافة مستويات الدولة في دخول الميكنة بشكل جدي وشامل علشان ده جزء مهم جدا إن لو العنصر البشري أخطأ النظام لا يسمح بهذا الخطأ أو يتلاحق أو يتدارك هذا الخطأ ما يبقاش بس الاعتماد على عنصر بشري من السهل إنه يغلط من السهل إنه نتيجة الإهمال أو نتيجة ضغط العمل أو يحصل خطأ يترطب عليه قد تكون حوادث كبرى زي اقتراط السكر الحديد أو قد تكون التلعب في المستندات وخلافه فإحنا عندنا ميكنة شاملة على كافة مؤسسات الدولة والنيابة الإدارية دخل ضمن هذه المنظومة طيب أنا سازن حضرتك عندي سؤال بس هاخد تليفون أم ماريم ألو ألو السلام عليكم عليكم سلام حابب تتفضلي لو سمحت أنا عندي مشكلة بتاع والدي ونفس حد يشلهله لأنه بجد رجل كبر في السن مشكلة والديك؟ وعملت تعمالية في القلب آه آه حابب تتفضلي هو والدي فلاح وحضرتك كان بأمن عن أبسه اللي هو التأمين بتاع الفلاحية ومعه وصلات بتاع التأمينات الفلوس اللي كان بيدفعها تمام معه صورة البطاقة بتاع زمان وراحي عشان سنه جي خلاص يبدل يعمل المعاش بتاعه والتأمين بتاعه فقالوا له الملف بتاعك ضوع الملف بتاعه ضوع؟ آه فحضرتك دلواتي هو المفروض كان يقبط في شهر خمسة هو كان بياخد طبعا منه مريض وعمده القلب كان بياخد تلتمية وستين جنيه حضرتك دلواتي قالوا له لازم أن يتفصل المرتب فهو دلواتي ما بيقبط فحرام من شهر خمسة كان المفروض يقبط لحد دلواتي ما عبطش وهو دايخ وكل شوية يعني هو بيمشارع وكانت لحظت دلواتي كل يوم رايح جاي من قويسنا لشبير من قويسنا لشبير فأنا عايزة حلل المشكلة يرحموه يرحموه في الكبر طيب يا حبيبتي طبعا خليكي معنا كده أمو مريم لو سمحتوا ناخد رقمها أمو مريم يعني بتسأل هي تشتكل مين في حاجة في واقعة زي كده نقدر نسعيدها ازاي سياتر مرتبط أول حاجة ألف سلامة على السيد الولد إن شاء الله تبقى صحته وأفضل أنا هستأذنها بس تسيب رقم تليفونها مع الإعداد ومكتبي بكرة الصبح قبل عشر صباحا هيكون بيتواصل معها ونشوف كل الشكوى ولو الموضوع متعلق بالليها بتقوله فيه فقدان ملفة أو حاجة هيتم محاسبة الجهة الإدارية عن ده وكمان هم مسؤولين هم يستخرجوا بدل فائد لولدها يعني بس طبعا محتاجين نعرف تفاصيل الشكوى أكثر فان شاء الله بس تسيب رقم تليفونها وبكرة الصبح مكتبي هيتواصل معها أنا بحي حضرتك طبعا وبشكرك مقدما على يعني تقديم العون لأم مريم إحنا أخذنا الرقم يا جماعة أخذنا رقم أم مريم طيب هم أخذوا الرقم وإن شاء الله يعني منتظرين طبعا التواصل طمينينا أم مريم وألف سلامة مرة تانية على والدك طيب السؤال لفاندم هنا إن حضرتك بتقول العنصر البشري كتير وقد يسهو في مرة مرة بالقصد ومرة من غير قصد يعني ما قدرش أحكم إذا كان كل مرة مش قصده يعني بس هو مش مظبوط إن إحنا نعتمد وسط كل الزحمة والتكنولوجي اللي إحنا عايشين فيها والتكدس اللي إحنا فيه أعتمد طول الوقت على العنصر البشري أكيد في ناس مش من مصلحاتها إن إحنا نعتمد على التكنولوجي خصوص أن حضرتك بتقول دلوقتي إن هنصدر شهادات أو ما ينفعش نصدر شهادات الزواج أو أسيمة الجواز من عشوائي كده بس ده هيتم فيه تلاعب أنا بقول لحضرتك إن ده يعني مسبقة إن ده هيتم فيه تلاعب إن هم بيصدروا أوراق عرفية أنا بقى أحير في ده إزاي تمام طيب هو اللي حضيك بتقوليه أحد عناصر مقاومة منظومة التحديث الإلكتروني هو الفساد أو الموظف نفسه اللي مش بيستوعب المنظومة الإلكترونية يعني دايما فيه مقولة شهيرة جداً فلسفية شوية بتقولي إن الإنسان عدو ما يجهله فالموظف اللي طول عمره ما استخدمش الجهاز الفمبيوتر أو ما يعرفش إزاي يعني يستعمل البرامج اللي هيتم تطبيقها بيبقى خايف منها جداً في الأول فده بيحتاج مجهود كبير أو إنك تدربي إنك تستعيني بشباب أكتر تبتدي دخال المنظومة بالتدريج من تحت الفوق كمان بيستعيني لازم تكفح الفساد لإن فيه ناس بيبقى من مصلحتها إن المنظومة لا تكتمل أنا عشان أنا لو فيه منظومة مش هيبقى فيه رشاوة مش هيبقى فيه فساد مش هيبقى فيه مش هيبقى فيه لا فأنا محتاج يبقى فيه ثغرات النظام مش هيسمح بالثغرات دي فبالتالي ده محتاج دايماً إن مقاومة الفساد تمشي جنباً على جنب مع توعية وتكثيف وتدريب الموظفين ونبتدي من تحت الفوق من الموظف الأصغر سناً إلى الأكبر مش العكس زي ما احنا كنا بنعمل قبل كده لا 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 انت بيحصل لك وقعة فساد في مكان ما بشيلي الموظف الكبير اللي هو المسؤول طب ما أنا عندي فيه تأمه لو ما كانتش فيه يعني الدنيا معلش بايزة كلها ما كانتش هتوصل لحد الموظف الكبير إنه هو ياخد القرار ده أو ياخد الإجراء ده أنا عايز أعرف مين اللي وقف معاه ووصلوا لده عشان هما كده بياخدوا حق مش بتاعه مزبوط وده اللي بيضمنوا كمان نظام الميكانة الشامل لم يعد طرفا يعني ده مش قرار ناخده أو لا العالم بيتطور وإحنا كده كده هنتطور وكده كده ده لازم هيحصل لأن بعد كده مش هيبقى الشغلة يركده كنت لسه في مؤتمر قريب كان برعاية السيد الرئيس حوالين التطوير الأداء الحكومي والحوكمة وكان فيه عرض شيء جدا لفكرة إن دلوقتي أكبر شركة بتبيع في العالم من غير ما نقول أسامي هي شركة بتبيع أونلاين على الإنترنت ده أكبر شركة بتبيع يعني فيه شركتين هم الأكبر مبيعات في العالم شركة ما عندهاش سطور واحد ما عندهاش مكان مبيعات بالزبط وهي أكبر شركة بتبيع أكبر شركة شركة نقل ومواصلات في العالم برضو من غير ما نقول أسامي هم شركتين شهيرين جدا ما عندهاش لا تمتلك أوتوبيس أو طيارة أو عربية واحدة ومع ذلك هم أكبر الشركات في العالم ده التسويق الإلكتروني وده النظام الميكانة بعد شوية هيبقى ده السائد في العالم زي النهاردة دلوقتي حضريك بالنسبة للإعلام الصحف الإلكترونية والمواقع الإلكترونية كنت زمان بستنى أجيب الجرنان الصبح عشان أعرف الخبر دلوقتي الخبر بينتشر بعد أقل من نص ساعة هو اللي بيجيلك لحد عندك بيكون موجود في كل حتة بالضبط فهو لم يعود طرفا هو كده كده احنا ماشيين زي فكرة التليفون المحمول أول ما نزل دلوقتي بقى عمل إزاي الجهاز الحاسب الآلي أول ما نزل دلوقتي بقى عمل إزاي هي كده هتتظل المنظومة تتطور حتى نصل إلى ما نصبه إليه طيب لما سيادتك بتقول كده في سؤال هيتبادر لزهن البعض اللي بيحصل ده هل هيؤدي إلى بطالة بشكل ما لأن احنا كده هنعتمد على التكنولوجي بشكل كبير فهستغنى عن العنصر البشري هو على فكرة هبتتقري كده يعني في بعض الناس بتشوفها كده أنا عايزة توضيح من سيادتك لنقطة دي تحديدة لأنها عاملة جدل هل معنى أن احنا هنعتمد على التكنولوجي أن احنا هنستغنى عن الناس اللي بتشتغل طب الناس اللي هنستغنى عنها دي هتروح فين طبعا وبالقطع الإجابة لا لا يمكن يترطب على الميكانة أن أنا استغنى عن العنصر البشري ليه هو اللي بيحصل أن أنا بطور العنصر البشري عشان يستوعب الميكانة هو جهاز الكمبيوتر اللي عنده حضرتك أو جهاز المحمول اللي مع حضرتك هل بيشتغل لوحده؟ فيه إنسان بيفتح كهاز الكمبيوتر وتعامل معاه فيه إنسان بيستخدم التليفون المحمول سواء في التطبيقات بتاعته أو في المكالمات فبالتالي الأجهزة دي محتاجة العنصر البشري عشان يتعامل معها هي بس الفكرة أن الأجهزة بتختصر لي الوقت وبتضمن لي وجود قاعدة بيانات أقدر استفيد منها إنما لا يمكن أستغنى عن العنصر البشري هو اللي يحصل أن أنا بطور العنصر البشري اللي موجود القابل للتطوير الغير قابل للتطوير أقدر أخليه زي ما هو وبيحصل الإحلال تدريجي ما أنا عندي ناس بتطلع معاش وناس بتتعين فالإحلال بيحصل بشكل تدريج مش هجي بكرة الصبح أقول والله الموظفين دول يمشوا وجيب مكانهم ناس لا طبعا لا طبعا لإني فيه بعد اجتماعي آخر موجود ما بيقولك بقى هتبقى عشر موظفين شغالين أنا محتاج اتنين يبقى هشغل التمانية التانين في حاجات تانية تيستفيدوا بيها يعني هيبقى فيه تغيير في طبيعة العمل مش استغناء عن الموظفين تفرق كتير جدا وكل الدول اللي عملت ما يكان عمل كده محاج بيجي قاعد الموظفين في البيت يقول لهم حط أجهزة مكانكم بالضبط أنا بس كنت عايزة يرد لأن دي يعني كل ما بنكون بنجي نتكلم على استخدام التكنولوجيا فيه حتى في المصالح الحكومية وكفية يبقى فيه أن انت عشان تعمل ورقة ولا تختم ورقة تعدي على سبعين موظف وتضيع اليوم ولا يومين وممكن تضيع كذا يوم يعني علشان تعمل كذا فيقول لك هو موظف واحد أو شباك واحد ده اللي احنا دايما بنطالب بي يعني ننجز الوقت إنجازا للوقت إنجازا لمجهود إنجازا لحاجات كتيرة جدا لفلوس يعني توفير لكل يعني كل ما احنا بحاجة للوقت ده وبحاجة للفلوس دي فيه حاجة تكون فيه ده أكتر بس كان توضيح نقطة أن ده مش هيؤدي إلى أي نوع من أنواع البطالة بالقطع طيب بالنسبة للتقارير حضرتك أو حضرتكم كنيابة إدارية بتتوجهوا بالتقارير في آخر العام لرئاسة الجمهورية التوصيات بقى اللي بتخرجوا بيها أبرز التوصيات إزاي بتتعاملوا بعد كده هل بيكون فيه في السنة اللي بقاديها إضافات على نفس التقارير ولا بيكون تقارير جديد تمام يعني احنا بالفعل في نهاية كل عام بعد الإحصائيات السنوية ما بتطلع بيطلع الأول بيان إحصائي للنيابة الإدارية بيتضمن الإحصاء الكمي للأضايا والنوعي بتاعها على مستوى الجمهورية وعلى مستوى المحافظات بعده بشوية بيصدر عن النيابة الإدارية وعن المكتب الفني رئيس الهيئة أو وحدة التحليل الإحصائي تقرير تحليلي يمكن إحنا بصدد إصدار يمكن اليومين دول خاص بقى بتحليل الأرقام دي بشكل علمي يعرفنا الأرقام دي ودتنا الفين مقارنتها بالسنوات السابقة أخبارها إيه إحنا بنتقدم في ملف معين ولا بنتأخر بنمسك قطاع قطاع يعني المحليات الصحة التعليم النقل الأثار كل قطاع بنمسك نحلل الأرقام بتاعته دي نشوف أبرز الجرائم اللي استحدثت أبرز الجرائم اللي تم محاربتها بشكل جيد أبرز الجرائم اللي تم استفحل أثرها ونبتدي ندرس الظاهرة دي والأليات المقترحة للعلاج ده وبيرفع هذا أيضا طبعا للقيادة السياسية وبيرفع للوزرات كلهم في مكانه يعني بيختر الوزير المختص بنسخة من التوصيات ده ما يتعلق بالتقرير السنوي الشامل طبعا لما بتوصله بتوصل مثلا للجهة المختصة نسخة من التوصيات تعامل معها إزاي؟ بالفعل في جهات يعني بتتعاون بشكل رائع جدا يعني كان عندنا السنة اللي فاتت وزارة التربية والتعليم والأوآف تعاونوا بشكل رائع جدا ويعني نفذوا حاجات كثيرة جدا من التوصيات دي انعكست بشكل أفضل على منظومة العمل في جهات كثيرة بتتعاون أنت وكان عندكم تعليقات عاملة زي على وزارة التربية والتعليم امتى؟ السنة اللي فاتت نحن بناخد من ناحية التحقيقات بتاعة النيابة يعني كنا بنكلم على التسرب بالامتحانات وموضوع ظاهرة الغش اللي أعتقد السنة دي يعني كانت انتهت تماما طبعا بالورق اللي هو المنازم السابقة التجهيز اللي تتجلب أسئلة والإجابة فيها زي بعض وبكود عليه هيقدر أي حد يعرف لو تصورت أو حاجة تعرف طلع منين بالزبط كل ده اللي ادهلنا النظام الميكانة الإلكتروني طبعا كان عندنا فكرة الغياب بتاع المدرسين الكثير عن المدارس كان عندنا فكرة التحرش بالطالبات وقاليات العلاج بتاعته وقاليات الإبلاغ يعني كانت دي أبرز الحاجات السنة دي الأمور أعتقد أفضل كثيرا يعني فيه فرق كبير جدا تمام فيه جهات ما بتستجبش سريعا أو فيه جهات بتبقى يعني ده بيظهر في التقرير اللي بعده يعني أنا عشان أقول 2017 هل تم الاستجابة أو لا ده بيظهر عندي في 2018 قدر أقول والله فيه جهات استجابة فيه جهات لا قد تكون لها رؤية أخرى في المكافحة أنا مش القضية بالنسبة لي أن ينفذ لنا طلبته بالزبط القضية بالنسبة لي أن أنا بقول لك عندك مشكلة وإيه قليات العلاج بتاعها ممكن أن تكون عندك قليات أخرى مفيش مشكلة نفذ المنهجية ممكن يكونوا عنده منهجية أخرى مفيش مشكلة بس نوصل في الآخر إلى أن الجريمة دي أو الظاهرة دي إحنا بنقضي عليها أو بنحاربها أو بتنحسر إيه الفرق في تحقيقات حضراتكم ما بين أن أنا يبقى عندي جريمة ما بين أن يبقى عندي ظاهرة زي ما حضرتك مثلا ذكرت فيه يعني ملف المرأة أو التقرير اللي بتقدمها بتخص المرأة إم تقول إن دي جريمة وإم تقول إن دي ظاهرة طيب هو الجريمة أنا بحقق في قضية فعندي بلاغ معين بتنطوي على جريمة قد فيها فساد مالي قد فيها فساد إداري قد فيها جريمة إنمام الجرائم ده بما تعلق بتحقيقات القضايا الظاهرة يبقى أنا برصد أكتر من قضية في وقت محدد في سنة معينة اتكررت على مستوى الجمهورية في أكثر من مكان هنا أنا أمام ظاهرة محتاج أشوف إيه الخلل بتاعها بيتحصل ليه وإزاي أقدر أتلافده زي مثلا أنا ألاقي عندي مثلا عشر اتناشر حدثة للسك الحديد مثلا وربعة مثلا ده على سبيل المثال يعني فبالتالي أنا عندي هنا ظاهرة في مشكلة عندي فبتدرس أسبابها وشوف الأسباب بتاعتها إيه هنا الظاهرة اللي هي التراكم لأكثر من وقعة في أكثر من قضية طيب إذا اتكلمنا كمان يا فندم على التعليقات بقى لسه التقرير ما صدرش بيها حضرتك عندك أو حضرتكم كنيابة عندكم تعقيبات على إيه بالضبط هل في حاجة تخص مثلا السوشيال ميديا هل في حاجة تخص الإعلام هل في حاجة تخص أي يعني جديد حاجة جديدة غير الجهات المعينة اللي بتضبطوا فيها وقعة فساد هو احنا كل سنة بالفعل يعني يمكن بيضاف قطاعات يعني يمكن قطاع المرأة قبل 2017 ما كانش معمول في تقرير سنوي أضيف في 2017 فكل سنة بيضاف قطاعات حسب حجم البلاغات وحسب التحليل الإحصائي للأرقام لا فيما يخص الإعلام أصلا أغلب الإعلام الموجودة على الساحة هو الإعلام الخاص فبالتالي هو غير خاضع لخصص نيابة الإدارية الأصل أنا كنا هنتكلم على فكرة الإعلام المؤسسي أو الإعلام الحكومي دي قصة يعني ده اللي هو القنوات الحكومية فقط هي اللي نيابة الإدارية بتختص بالتحقيق معها فلا هو ما يبقى يعني ما أعتقدش فيه سنة دي لقطاع الإعلام يمكن لأن نتيجة حجم البلاغات والحاجات ما هوش كبير قوي إنما بيبقى عندنا قطاع الأثار قطاع التعليم وأبرز القطاعات وهتلاقي دايماً إن الاهتمام بينصب أكثر على القطاعات الخدمية لأن دي اللي بيحتاج بها المواطن بشكل يومي الناس كتير كانت بتسأل على وقائع يعني ضبطوكم لوقائع الفساد في قطاع الصحة ودي حاجة مهمة جيت دان وحاجة يعني أنا ما أقدرش أفصلها ما أقدرش أفصل الصحة عن الحياة اليومية ما أقدرش أفصلها عن الإنتاج والعمل وطبعاً أنا لازم أحفظ على صحة المواطن معروف يعني أي حاجة أو أي بحث بيقول أن أنا لازم أحافظ على الصحة وأخلي الأفريج بتاع صحة المواطن كويس جداً علشان يقدر يشتغل كويس علشان يقدر ينتج علشان أبقى عن زي اقتصاد قوي في يعني كذا وقعت إهمال طبي حصلت وأنا عارفة أن حضراتكم كان لكم جهد كبير جداً في ضبط هذه الأقائع بعد كده فانتم بيتم إيه إحنا مش عايزين ده يحصل تاني خصوصاً في قطاع حساس زي قطاع الصحة طيب يعني بس نقطة استهلال كده الأول لازم نقوله أن في عندنا أطباء يعني بيمرسوا عملهم على الوجه الأكمل وفي ظروف يمكن صعبة جداً وفي أماكن صعبة جداً ونائية وبيؤدوا عملهم بالفعل في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين ولكن عندنا طبعاً آه وقعات فساد وعندنا وقعات إهمال ده بالتأكيد زي هذا أي منظومة أخرى ولكن مشكلة القطاع الصحة أنه بيتعامل مع أثمن ما يملكه الإنسان اللي هي صحته فبالتالي الخطأ فيه بيبقى خطأ قاتل بالفعل بيبقى عندنا يعني كنا دايماً بنلاقي أن أكتر حاجة متكررة هي فكرة الامتناع عن تقديم الخدمة الطبية أو الإهمال الطبي دول أشهر نموذجين لوقاع اللي احنا بنقابلهم في تحقات قطاع الصحة يأما أن المستشفى بترفض استقبال الحالة أصلاً وده مخالف للقانون ومخالف لنص الدستور الحالي يأما أن الخدمة الطبية بيتم تقديمها بشكل خاطئ فبيحصل نتيجة إهمال طبي الوفاء أو لقدر الله يعني العاها مستديمة أو جرح أو أي ما يكون دول الحاجتين الأساسيتين دايماً اللي بيبقوا عامل متكرر في الأضايا بتاعة قطاع الصحة بيحصل إيه بيتم التحقيق عادة الحاجات اللي من هذا النوع بتبقى محتاجة لجنة طبية متخصصة بيانتدى بلجنة طبية من النيابة علشان خاطر تقدر تدينا تقرير طبي شامل ساعات أحياناً بنحتاج الطب الشرعي بيعمل لنا تقرير شامل يقول لنا إيه الأسباب هل في خطأ طبي أو مهني جسيم ولا لأ ثم بتنتهي التحقيقات إذا ثابت تورط المتهمين بالإحالة طبعاً للمحاكمة زي ما قلت قطاع الصحة قطاع حيوي جداً 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 وبيتعامل مع المواطنين على كل المستويات وخلينا بس هنا نقول حاجة مهمة جداً قطاع الصحة في مصر أكيد له وعليه ولكن مثلاً لو جينا نقيس إن في دول متقدمة جداً جداً ممكن قطاع الصحة أنا علشان أكشف عند الطبيب بتاع التأمين الصحي بتاعي هحتاج من 3 ل 4 شهور عشان أخذ معاته لمجرد توقيع الكشف الطبي في مصر الكلام ده مش موجود صحيح أنا ما بقرنش طبعاً الخدمة الطبية مختلفة نتيجة إمكانيات ونتيجة التدريب وحاجات كثيرة جداً إحنا من نتمنى تبقى موجودة هنا إنما أنا أصدي إن له بعض الإيجابيات ولعليه بعض السلبيات محتاج شغل كتير جداً ومحتاج تطوير طبعاً زي وزي أي قطاع ومحتاجين كمان نوفر للأطباء والمستشفيات الجو والمناسب اللي يقدروا في وجبهم علشان نحسبهم كمان على الوجه الأكبر طب أنا هنا باستنى لما المواطن يبلغ كذا مرة عن وقع يعني بتبقى فيه مثلاً وقع أو كذا وقع شبه بعض عشان أحكم أن هذا المكان بيقع فيه وقع فساد يعني باستنى المواطن لما يبلغ ولا فيه إجراءات تفتشية بتعملوها مثلاً كل فترة طيب هو طبعاً فيه جهات رقابية بتنزل تعمل حملات تفتشية على المستشفيات ولكن فيه الأهم بقى إحنا ما بنستناش المواطن يبلغ يعني فيه وقعات منها وقعات مؤخراً إحنا بناخدها مباشرةً أول ما يتم إثارته إعلامياً يعني بنلاقي مثلاً فيه وقع في إحدى المستشفيات فيه طفلة توفت أو فيه بتر للذراع نتيجة خطأ طبي فبنلاقي الخبر موجود على وسائل الإعلام بناخده مباشرةً إدارة الإعلام وبيعترض على معالي مستشار رئيس الهيئة سيادتها بتحوله مشكورة للتحقيق مباشرةً فده إحنا ما بنستناش أحياناً المواطن يبلغ بيفجأ المواطن إن إحنا بنتواصل معاه ونقوله تعالي إحنا عندنا تحقيق في الواقع دي فيعني الموضوع ماشي على اتجاهين يئم المواطن نفسه بيبلغ يئم إحنا بناخد المبادرة وبنحيل الواقع للتحقيق بعد العرض على رئيس الهيئة طيب أنا طبعاً يعني في ناس كانت كتيرة ببرضو بتسأل على موضوع الأثار والحفاظ على الأثار برضو كان لازم نشير لنقطة دي دور حضراتكم في الحفاظ على الأثار وإزاي ده بيتم خصوصاً إن يعني في بعض الناس أيلة مثلاً إن ده يعني فيه جرام كتير كانت الفترة اللي فاتت بتتم في هذا الموضوع طيب يعني خلينا كده ما أعتقدش أن حد ممكن يجادل في حقيقة أن الآثار المصرية هي أثمن ما تمتلكه مصر يعني ده هوية مصر الحقيقية هي آثارنا اللي مفيش دولة في العالم عندها هذا الحجم من الآثار إحنا بنتعامل مع الآثار باعتبار أن الآثار دي هي أثمن ما تمتلكه مصر زي ما قلت فبالتالي أي خطأ بيتم بيكتشف أو إهمال بيتم المحاسبة عليه والمحاسبة بتبقى شديدة جداً لأن عندنا يعني حتى زي ما حديك قلتي إحنا ابتداءاً من سنين فاتت من أيام تتعان خأمون والقصة بتاعة الزقنة وتعان خأمون اللي كانت سقطت والإهمال اللي حصل فيها وصولاً إلى الآخر الحريق بتاع المتحف الكبير بس ده يعني كان بعيد عن الآثار ولكن كانت في الوجهة بتاعة المتحف نتيجة عدم اتباع إجراءات السلامة من الشركة المنفذة فبالتالي إحنا بنتعامل مع القطاع ده بمنتع الحساسية يمكن من حوالي يومين كان فيه وقعة شهيرة في البرازيل فيه متحف ضخم جداً احترق فيه حوالي عشرة مليون قطعة وكان فيها للأسف قطع من الآثار المصرية فإحنا لازم ندرك أهمية هذا القطاع محتاجين مش بس المحاسبة قبل المحاسبة محتاجين الوقاية إزاي نقدر نحط آليات تضمن التعامل مع الآثار بشكل منهجي وعلمي إزاي ندرب الآثاريين وندرب المختصين بالتعامل مع الآثار على التعامل مع نفائس مصر والأهم من ده كله إزاي ندرس للطلبة في المدارس وده جزء مهم جداً قيمة آثار مصر يعني لازم منه أنا في المدرسة أبقى عارف يعني إيه آثار مصر ليه إحنا بنبصلها بهذه النظرة ليه هي مهمة كلام ده مهم جداً يغرس منذ الصغر عشان لما نكبر اللي هيشتغل فينا في الآثار أو في غير الآثار يبقى مدرك قيمة ما يتعامل معه واللي مش هيشتغل كمان لو شاف أي تجاوز أو أي حد بيعمل أي حاجة برضو يبقى مدرك بالضبط يعني هي نقطة كلها منتشعبة بتصب فيه في الآخر يعني روح الوطنية اللي في الآخر بتساعدنا على إن إحنا نحيا الحياة في هذا الوطن أنا في النهاية يعني الحقيقة بشكر سيادتك شكراً جزيلاً على تلبيت الدعوة أولاً وعلى طبعاً تحليل يعني دور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد بهذا الشكل إحنا مش هنا النيابة الإدارية لا تتوقف فقط عند ضبط الواقعة ولكن أيضاً تحقيق وكشف فساد حواليها وكمان يعني ما فيش المفروض إن ده ما يحصلش أو لي أو إزاي قليات إن ده ما يحصلش تاني بالإضافة طبعاً إلى دورنا كمواطنين وبشكر سيادتك مرة أخرى مستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية شكراً جزيلاً أن أورتك شكراً جزيلاً يا فندم وشكراً لطاقم الإعداد المحترم اللي مع حضرتك وبس مشكوراً هحتاج رقم تليفوني لأستاذة اللي كانت تتصل أم ماريم طيب هم بيبلغوني هيكون عند حضرتك حالاً على الواتساب عبل ما نروح لفقرتنا الأخيرة مشاهدينا قلت عليكم الخبر مرة أخرى خبرنا العاجل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يتفقت عدداً من المشروعات التنموية بمنطقة هضبة الجلالة ويلتقي أيضاً الرئيس بعدد من المهندسين والمقاولين والعملين بالشركات الوطنية المنفذة للمشروع يقوم الرئيس أيضاً بالمرور على محطة تحلية الميال عملاقة بالجلالة ومنطقة الألعاب المائية ومارينة الجلالة ومصانع الفوسفات والرخام أشهد الرئيس أيضاً بالجهود المبذولة لإنجاز هذا المشروع وفقاً للمعايير الدولية والالتزام بالجدول الزمني المحدد لذلك بالنظر إلى انعكاساته الإيجابية على حركة الاستثمار والسياحة ده كان الخبر العاجل اللي بنختم به هذه الفقرة مشاهدينا بعد الفاصل الغيرة ابقوا معنا ونهاية الأسبوع